الجزئية بتاعت لو كنا لعبنا بدون الدوليين. اه اه استنوا انا اشي انا بنسى. طب انت لعبتني كاس ماصر ليه من غير الدوليين. وكنت عايزة لعبنا الداخلية بدون الدوليين. واجبعتلي العب بدون الداخلية. الداخلية بدون الدوليين. عشان انا النادي الكبير اللي بيترفع. اللي انت شايف النقوة. وبيتعاون. وساعة الجد تهاجمه. تقوله بتعملي مشاكل كده ليه. مش ممكن. يعني انت عارف احنا عايشين المشهد. في واحد صغير او راجل صوته عالي ولسانه وزالف. اعا. ما سجاره المحترم في الطلعة والنزلة يبثب فيه واشتمه. فمر راجل زهي منه. قال له عب بقى خليك راجل مهزب. ما تزودهاش. قال له شوف راجل. انت ازاك تكلمني كده هي دي مبادئك وتربيتك. ايو. تبتدي تبتزب مبادئك وتربيتك. اه. ولزالك تاني. البهوات اللي مستنيين. انهم ياخدوا بطولة. تجيلهم على حجرهم. نتيجة ان الاهلي يكون على قدر من السزاجة. وقال لك طب مش لعب. لا يا حبيبي. في فرق بين ان ادافع عن حق ايه. وحافظ على مصالح. وحافظ على مصالح ايه. وحارب فيها. انت على فكرة. ممكن الليلة دي تكتمل وزا مالك ما عنده فرصة ياخد الدول. اه. بس انت تبقى عملته كل اللي عليك. بس انت مشيت صح. اه. الاهلي يتحمل يلعب من غير الدوليين. وفيها تضحية. يعني حتى مصطفى شوبير اللي قلنا هيلعب موجود مع شاوي غريب في المعسكر البرة مع المنتخب الوليمبي. فهيلعب على اللطف الوحده. لو جاله برد تجيب حارس من تحت خالص احمد طارق او اي ناشئ يوقف جون. كان عندك استعداد لده. عشان الناس اللي بتتكلم على الحلول البديلة. ده الحل مدام دخلنا في الحيز الخانوني. اصبح خلاص مفيش حل لتلعب في الفترة دي بدون الدوليين. طيب هنلعب بدون الدوليين. هنضحي. شريف في المستشفى والشناوي في المنتخب. اوكي. اي حكاية ان ساعتها هتتهم المسابقة غير قانونية. نمص على جدول الترتيب دلوقت. جدول الترتيب بتاع الاندية الحاليا اي نادي هيدار من انه اللي فوق منه او اللي تحت منه استفاد من يعني مثلا ايه? الاهلي هيلعب مع المقاولين. الاهلي هيلعب مع المقاولين والاهلي نقصوا عشر لعيبة. اللي في المنتخب الولومبي واللي في المنتخب الاول والاجانب اللي سافروا. طيب. المقاولين اللي عنده تمانية واربعين نقطة. لو استفاد من فوز الاهلي. مش هيغير في وضعه. هيفضل للمقاولين زي ما هو. دعم المراكز الترتيبة معدد ثلاثة الفوز. لكنه لا. ابو صلاة الاسماعيلي هيلعب الزمالك. طب الاسماعيلي لو كسب الزمالك. التلاتة واربعين بتاعته بقت ستة واربعين. نا اخذ المركز من المقاصة. المقاصة هيسكت حقه يشتكي. حقه يبعد دواب. بس هيتفيد ايه المركز? لا بغض النظر ما هو في النهاية في مركز قانوني هو النحية القانونية مالكش دعوة انا هاخد كامل وراها. ممكن 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 اه 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 توصل لسيغ اه 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 هو اكتر من ان فتر يوجد وهو مهدد. ومش بالضرورة يهبط. انما انا لما يكون عندي حق ان انا اطلع السابع ما اطلعش السادس. طب انت اللي اضرتني. الجونة دلوقتي هيلعب الزمالك. هيلعب من غير الدوليين. هيستفيد هيكسب. طبعا. طبعا. هيعلى في الترتيب. لا ده الانزيل اللي عبط تطلع تحتاج. طيب اي حد نزل مجرد ما المسابقة انتهت بشكل غير اللي بدأت بيه هيتكلموا على تكافؤ الفرص. في ناس لعبت ناس بدوليين ورجعوا لعبوا ناس تانية من غير دوليين. اول حاجة ده ينصف قانونية المسابعة. يعني حتى كنت هتكمل وتفاجأ بقرار الغاء هزي المسابعة وكانها لم تكن. دي مشكلة عشان كده اتحاد الكرة قال. لو الاندية موافقة تلعب من غير الدوليين تجيني موافقة من الجميع. كل نادم الاندية الثمنتاشر يبعد انه موافق ان المسابعة تستكمل بدون اللاعبين الدوليين. لان انت هي مش قصرة على ده بس. ما انت الاهل والاسماعيل هتتاخد منه لعيبة. المقاولين عنده الهداف بتاعه. الاهل منه لعيبة. وهكذا. فكانت المسألة هتكون عرضة للطعن في قانونية. غير اللي موجودين في المتخبات الولمبية. غير اللي برا. فبيقول الاتحاد في البيان بتاعه. انه حتى اللعب من غير الدوليين كحل. كان يحتاج موافقة جميع الاندية. وطبعا الاندية اللي هبطت لابدة في الضرق. ما عادة. ما عادة لو كنت خلصت ما تشتك وبقت على الاهل والزمالك. لكن لو انت كنت خلصت كل الناس دول وسبت الاهل والزمالك لوحدهم. يصفوا بعض. يلعبوا مع بعض بالدوليين هم احرار. يلعبوا من غير الدوليين ما فيش اطراف اخرى مدارة. هما الاتنين مع بعض. ساعتها ما كانش فيه الطرف تالت هيتكلم. انما الفكرة دلوقتي. انت فضلت الساكت لغاية لما حتى ورقة اللعب من غير الدوليين اتحرقت.